اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن ما يربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية الشقيقة من علاقات أخوية متميزة وثابتة هي محل اعتزاز ونتطلع دائما لتنميتها وتطويرها ولفت سمو إلى أهمية تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الرؤى المشتركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم محفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة نحو مزيد من الازدهار والنماء للبلدين وشعبيهما الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الصخير اليوم أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين حيث رحب سموه بضيف البلاد الكبير منوها سموه بأوجه التنسيق والشراكة القائمة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات لافتا سموه إلى أهمية الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين وما ستشهده من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم نوعية تسهم في تعزيز الفرص المتبادلة نحو مزيد من التعاون الثنائي وتطوير مسار العلاقات المشتركة نحو أفاق أرحب ويصب في صالح نماء وازدهار البلدين والشعبين الشقيقين وأثناء سموه حفظ الله على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية الشقيقة في حماية الأمن القومي العربي وجهودها الفاعلة في تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار وشيدا سموه بجهود فخامة الرئيس المصري فيما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة من تطوير وتقدم في مختلف مسارات التنمية مهتمنيا لمصر الشقيقة المزيد من التقدم والتطور وتم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والتشاور بشأن الجهود المبذولة لتعزيز العمل العربي المشترك بما يحافظ على مصالح الدول العربية وأبنائها